بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الدواجن طبعا مادة الدواجن هي من ضمن مواد الانتاج الحيواني والداجيني اللي هي مكررة على ساعتك السنة دي انت طبعا في عندك مادة حيوانة اللحم ثم مادة صحة الحيوان ثم مادة الدواجن مادة الدواجن بيستكمل النهاردة مع بعض حلقة جديدة في موضوع طرق التفريخ يعني كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن تركيب البيضة وأجزاء البيضة وشوفنا البيض ما بينتقل من مكان انتاجه في المزارع إلى معامل التفريخ أو أننا البيض ده هو يعني هقوم ربيه إزاي أو أننا هقضى أضعه تحت الكاتكيت أو تحت مكانات التفريخ عشان يخرج إلى كاتكوت سليل إن شاء الله هنستعرف مع بعض النهاردة اللي هو طرق التفريخ عندي طبعا بنذكر مع بعض إن هي التفريخ هو تهيئة العوامل اللازمة لنجاح أو لإتمام خروج الكاتكوت الكاتكوت من البيضة بس شرطة عندي لازم تكون البيضة مخصبة وفي نفس الوقت هذه البيضة بتكون حديثة الوضع إلى أن يكتمل هذا الكاتكوت ويبقى كاتكوت سليم لكن فيه نقطة تانية هي مدة التفريخ يعني إيه مدة التفريخ ففرق بين الاتنين بين التفريخ ذات نفسه ومدة التفريخ مدة التفريخ هي المدة التي يستغرقها النمو الجنيني داخل البيضة وشرط تكون البيضة مخصبة منذ وضعها في المفرخة لإجتماء النمو حتى يخلق كاتكوت سليم وطبعا احنا قلنا في الحلقة الماضية أن كل نوع أنواع الطيور الداجنة في داخل المزرعة بيبقى لها مدة تفريخ معينة عند مثلا زي بيض الدجاج بيض الدجاج اللي هو طبعا مدة تفريخ بتاعته تمام برفع عليك 21 يوم عند بيض الحمام 17 إلى 18 يوم عند بيض السمان 17 إلى 18 يوم عند بيض الرومي 33 يوم عند بيض البط من 28 إلى 32 يوم يبقى إذن هنا مدة التفريخ الفترة التي يستغرقها النمو الجنيني داخل البيضة المخصبة لازم أحط البيضة المخصبة تحت الأم في التفريخ الطبيعي أو في مكانات التفريخ بشرط تكون هذه البيضة مخصبة يعني إذن فيها نمو جنيني يبقى المدة دي هي اسمها مدة التفريخ لكن ما أقول لك فرق بين مدة التفريخ والتفريخ ذات نفسه التفريخ هو تهيئة العوامل اللازمة لنشاط الجنين داخل البيضة المخصبة هذه البيضة لازم تكون حديثة الوضع لكن مدة التفريخ المدة بقى اللي هي بتظل من وضع البيضة أسفل الأم في حالة التفريخ الطبيعي أو في مكانات التفريخ الفترة التي بيستغرقها النمو الجنينيي داخل البيضة إلى أن يخرج كتكوت سليل فهنا عندي نوعين من طرق التفريخ هم النوعين من طرق التفريخ في عندي تفريخ طبيعي وفي تفريخ صناعي أو بنقول عليه التفريخ الإصطناعي التفريخ الطبيعي طبعا الأم بتكون باحتضان البيض أسفل الأم أما التفريخ الصناعي إن أنا داود بس بدخل البيض فيه مكينات التفريخ بعد رس البيض وابدأ أرس البيض طبعا له مدة معينة بتختلف حسب النوع البط غير الأوز غير الرومي غير الحمام غير السمان إلى آخره كل نوع من أنواع الدواجل له مدة تفريخ معينة 21 يوم في الدجاج 28 إلى 32 يوم في البط 33 يوم في الرومي 17 إلى 18 يوم في السمان أو في الحمام في الدجاج عندنا بيبقى 21 يوم دي اسمها مدة تفريخ المدة اللي بيستغرب فيها النمو الجنيني إلى أن يخرج داخل البيضة إلى أن يخرج كتكوت سليم فأول حاجة عندي فيه طرق التفريخ عندي التفريخ الطبيعي التفريخ الطبيعي إيه هو تعريفه أو إيه هي الميكانيجية بتاعت التفريخ الطبيعي إن الأم بتقوم باحتضان البيض وذلك بالرقاد عليه طول فترة التفريخ حتى يفكس ويخرج منه كتكوت سليم دون تدخل الإنساء بعد التفريخ الطبيعي أنت بتضع البيض تحت الأم الأم بتكون باحتضان هذا البيض إلى أن يخرج كتكوت سليم طب فيه عناصر أساسية براعيها أو بضحها فيه دماغي عشان خاطر إنما أفرخ الكتكوت في حاجة التفريخ الطبيعي فيه عندي عنصرين اتنين العنصر الأولاني اللي هو الأم الرقادة وعش الرقاد يعني إيه الأم الرقادة؟ الأم الرقادة دي أم أنا باختبرها عشان أعرف إن الأم دي لها علامات خارجية أو مظاهر خارجية تكون باحتضان هذا البيض خلال الواحد والعشرين يوم في الدجاج أو خلال سبعتاشر إلى تمنتاشر يوم في الحمام أو السمان يبقى هنا فيه عنده عنصرين العنصر أولين الأم الرقادة اللي هي هتحتضن هذا البيض إلى أن يخرج إلى كتكوت سليم ثم عش الرقاد اللي هو أنت سعدتك بتجاهزه للأم الرقادة الأم الرقادة لها مجموعة من المواصفات إيه هي مواصفات الأم الرقادة؟ بتكون ذاتة حيوية عالية بتكون كبيرة الحجم فيه شرط مهم جدا والشرط ده أساسي إنها تميل إلى عملية الرقاد يبقى فيه تلات مواصفات مهمين جدا بالنسبة لي الأم الرقادة حيوية عالية كبيرة الحجم تميل إلى الرقاد وده اللي إحنا هنستعرضه مع بعضها هنشوف يعني إزاي بتميل إلى الرقاد يجب أن تكون الأمهات الرقادة بتتميز بحيوية زي ما قلنا كذلك بتختلف أنواع الطيور الدجنة في صفاتها الوراسية إلى عملية الرقاد ذات نفسه يعني فيه ألاحظ أن معذب أمهات الدجاج بتميل إلى الرقاد الرومي والدجاج الهندي والأوز والبط السوداني ودجاج اللحم الأسيوي ده من أفضل الأنواع التي تميل إلى الرقاد وفي نفس الوقت بتعتني بالبيض وتعتني بالصغار إلى أن يخرج كتكوت سليم أما أمهات الدجاج البيض فقد فقدت خاصية الرقاد يعني إيه؟ أمهات دجاج إنتاج البيض وظفتها الأساسية أنها لا تميل إلى الرقاد لأن فيه عندي حاجة اسمها سلسلة وضع البيض هي مهمتها أنها تبيض البيض كامل باستمرار دون أن تركض عليه دي لها صفة وراسية في الدجاج اللي هو بيبيني بيض بغرض الإنتاج التجاري مش بيض مخصر يبقى هنا هوة الأمهات اللي هي بتاع دجاج إنتاج البيض دي لا تميل إلى عملية الرقاد ولكن فيه عندي أمهات بتميل إلى عملية الرقاد زي الدجاج سنائي الغرض الدجاج سنائي الغرض بيميل إلى عملية الرقاد ولكن بتختلف درجة الرقاد بدرجات متفوتة بين الطيور مع بعضها البعض فبتظهر على الأم الرقادة علامات معينة من خلال هذه العلامات أنا بقدر أميز الأم دي أو الأم دي فعلا أنها تحتضن البيض أو أنها ترقد على هذا البيض أول حاجة بلاحظها أن بلاحظ أن درجة ارتفاع جسم هذه الأم بيرتفع 2 درجة فيه رنهايتي يعني على المعدل الطبيعي إذا كانت مثلا الأم درجة حالة 36 أو 38 درجة بترتفع درجتين يبقى بتصل إلى 40 أو 39 درجة مقوية كذلك الأم الرقادة أنها بتتوقف عن وضع البيض يبقى جيه هنا الكلام في أمهات بتديني إنتاج بيض عالي يبقى دي الأمهات اللي هي بتديني إنتاج بيض هذا البيض غير مخصب لكن البيض ده بيخش فيه عملية التجارية أنه هو طازع للأكل أو البيض الطازق لكن الأمهات التي تنتج البيض المخصب وعشان تطلع كتكوت فيه ما بعد ديت بتميل إلى الرقاد وبتظهر عليها أن ارتفاع جسم درجة حارة الجسم في نفس الوقت أنها بتتوقف عن وضع البيض وفي نفس الوقت أنها بتنزاوي أو بيعتريها الخوف وتحاول أنها بتدافع عن نفسها يعني أنا ما خش مثلا المزرعة أو ست البيت اللي هي موجودة في البيت فبسعب بتلاحظ أن في بعض الدجاج بينزاوي إلى جنب الواحده كده وبيحلس انتفاش للريش لهذه الدجاجة أو تساقط للريش بالنسبة لهذه الدجاجة معنى ذلك بتعرف أن الدجاجة دي بتميل إلى عملية الرقاد فبتنزاوي بعيدا عن أفراد القطيع في الأماكن المظلمة ودايما بتبقى رأدها على الأرض كذلك بينتفش الريش زي ما قلت معك دلوقتي في نفس الوقت بيتضخم الصوت يبقى دي كلها علامات للأم الرقادة لكن فيها علامات تانية للأم الرقادة أو فيها علامات تانية للأم الرقادة أنا بعمل إيه في هذه الحالة عشان خطر أعرف أن الأم فعلا أنها تحتضل البيض أو هترؤد على هذا البيض ده في التفريخ الطبيع فممكن ساعتك تجيب بيض عبارة عن بيض بلاستيك وتحطه تحت هذه الأم إذا لقيت الأم أنها بدأكون باحتضان هذا البيض يبقى معنا ذلك أن دي من ضمن علامات الرقادة على البيض يبقى الأم دي فعلا اسمها الأم الرقادة طب الأم الرقادة لازم في مجموعة من الحاجات لازم أعملها عشان خطر أحط الأم الرقادة دي تحتها البيض فبعمل إيه؟ أنا بعفر الأم بأي مسحوق من مبيض الحشري عشان أن الأم دي هتقعد كام يوم على البيض بتختلف حسب النوع برفع عليك أنت بتقولي إن 21 يوم في الدجاج أو بتقولي 17 إلى 18 يوم بالنسبة للحمام والحمام إذا بجيبنا سيط الحمام الحمام لم يتم تفريخه صناعي حتى الآن لكن الحمام من أنواع الطيور الداجمة التي يفرخ بيضها طبيعيا دون تدخل صناعي من الإنسان يجب اختيار الأم الرقادة عشان أتأكد إنها بتميل إلى الرقاد إن أنا بضع عدد قليل من البيض اللايح أو بيض مصنوع من البلاستيك في شكل وحجم البيض الطبيعي تحت الأم وببدأ إنما أراقب هذه الأم بهدوء إذا كانت هذه الأم تكون بالعناية وبالإحتضان لهذا البيض ففي هذه اللحظة بتسمى أم رقادة أو بتظهر عليها صفات الأم الرقادة بيتفوت بقى عدد البيض لأن ساعتك تضعه تحت الأم الرقادة من حوالي 15 إلى 20 بيضة ما بزودش أكتر من ذلك العدد عشان كده إحنا بنقول إن صناعة التفريخ الطبيعي ليس من ضمن أنشطة صناعة الدواجن ليه؟ لأنه بينتج لي عدد محدد من الكاتاكيد أو عدد معين من البيض أسفل الدجاجة لكن في التفريخ الصناعي بلاحظ إنه ممكن تفرق حوالي 60-70 ألف وفيه مكنات حوالي 100 ألف بيضة في خلال الدفعة الواحدة يعني خلال 21 يوم ما بقول خلال 21 يوم يبقى أنا ما زلت بتكلم فيه الدجاج بعيد عن الأنواع الأخرى من الطيور الدجاج فالأم الرقادة هنا بضع البيض حوالي 15 إلى 20 بيضة أسفل الأم وببدأ إن أنا أرائب هذه الأم إلى أن يتم خروج الكاتكوت من أسفل الأم اللي هي مدة 21 يوم طيب أنا الأم الرقادة أنا عرفت عليها علامات ومظاهر وعرفت إنها هترقض على هذا البيض أو هتحتضم هذا البيض فبعمل لها صندوق سواء صندوق من الخشب أو إن أنا بجيب كرتونة بسحيتها خوالي 35 سنطي في 35 سنطي فيه ارتفاع 35 سنطي مربعة وبضحها على ارتفاع حوالي 10 سنطي من الأرض عشان خاطر لو حصل أي رطوبة أو أي بلل بالنسبة للمكان اللي هي بترقض الأم عليه يبقى البيض ما يتعدردش رطوبة وبيقدي يفسد إلى البيض في اللحظة دي البيض ما يطلعش إلى كاتكوت سلي برفحها على مستوى الأرض حوالي 10 سنطي وبجيب مطهر أو محلول مطهر عشان أتفادى صعود الحشرات اللي هي هتبدأ أنها تنتقل عن طريق الأم يبقى أنا ما قلت إن الحشراتها تنتقل عن طريق الأم مع ما زالك إن ده عيب برضو في التفريخ الطبيعي التفريخ الطبيعي إن الأم بتقوم باحتضان هذا البيض إلى أخر كاتكوت سليم ولو فيه إصابة عند هذه الأم هتنتقل الإصابة إلى الكاتكيت الناتجة أو إلى الأبناء أو إلى الجيل التاني خصوصا للإسهال الأبيض أو أي نوع من أنواع الأمراض المنتشر عندنا دي برضو مئة عيب لكن في التفريخ الاصطناعي أو الافتريخ الاصطناعي إن بيتغلب على هذا العيب يبقى أنا بحفظ إن أنا كاتكوت بيطلع عندي سليم خالي من الأمراض يبقى عيوب الرضاء التفريخ الطبيعي هي مميزات في الناحية التانية بتقابلها مميزات التفريخ الاصطناعي أو إن أنا بتغلب على التفريخ الطبيعي عن طريق التفريخ الصناعي خصوصا لعدم انتقال الأمراض وفي نفس الوقت إن أنا بنتج عدد كبير في الدفعة الوحدة خلال 21 يوم ممكن زي بقولك بيصل إلى 60-70-100 ألف حسب مساحة ميكانات التفريخ أو حسب مساحة المعمل اللي أنا بنتج منه هذا النوع من الكاتكي الأم الرقادة أنا بعد العش واختار الموقع المناسب يعني إيه بعد العش واختار الموقع المناسب أنا ما جيش في جانب من الحظيرة وهذا الجانب فيه دوضاء أو فيه أي نوع أنواع الدوضاء حوالين هذا المكان وإنما برقد الأم الرقادة على البيت إن الأم الرقادة دي لازم تلتزم بالهدوء وحوالين منها هدوء عشان خاطر إنها تقوم بعملية إحداثان البيت خلال 21 يوم فيجب باستعمل العش أو بنظف العش وبطهر المكان هذا العش وببعده عن الدوضاء ومكان هذا العش أو مكان هذا المكان اللي هي هترقض فيه على البيت لازم أن يدخله الشمس ويكون خالي من الحفر والشقوق عشان ما تأديش الحشرات تمام برافو عشان الحشرات ما تنتقلش من الحفر الموجودة أسفل هذا العش أو أسفل هذا المكان إلى باقي الكاتكيت اللي هي هتنتج بعد ذلك من عملية التفريخ الطبيعي فبضع في قاع السندوق كمية مناسبة من الأش الأرز أو التم أو نشارة الخشب أي نوع من هذه المواد الموجودة عندك سواء كانت نشارة خشب أو أش أرز أو تم بحطه أسفل بارتفاع حوالي 7 سنتي أو 10 سنتي وبضع إنما أرص البيت الأم بتخش على البيت وهي بتعدى البيت بنفسها وتحتضن هذا البيت وفي نفس الوقت إن التفريخ الطبيعي من دمن مميزاته إن الأم بتحتضن هذا البيت وتكون بعملية تقليب البيت دون تدخل من الإنسان بجهز أشي الرؤية برص البيت في المعد على شكل دائرة في الوسط كما توضع الأم فوقه لتبدأ عملية الرقاط وما تبدأ الأم في عملية الرقاط إن أنا بعد الواحد وعشرين يوم إلى أن يخرج كتكوت سليم من تاريخ الأم ما رأدت على هذا البيت طيب الأم في مرحلة إنها الرقاط على البيت أنا برضو لازم أراعي هذه الأم طول فترة التفريخ فترة تفريخ البيت اللي هي واحد وعشرين يوم بضع بالقرب من باب العش كمية من العلف وكمية من الماء قدام منها كمية من العلف وكمية من الماء هي بتقوم براحتها أو تلقائيا عندما يحدث لها عملية تغذية تقوم تتغذى أو تشرب وترجع تاني نفس هذا عش وفي نفس الوقت الأم ديت إنها بتعمل عملية رزاز على البيت بتحط عملية الرطوبة لأن الرطوبة لازم تكون 60 إلى 70% أثناء عملية التفريخ بتعمله الزميع عن خلال الماء اللي أنت ساعدتك بتضضعه عشان الأم تشرب عليه خرجت الأم بتاعتها كانت بها وإلا فيتم رفع غطاء العش بضوء وبوجه الأم إلى باب الخلوج باحتراس عشان تتناول الغذاء يجب بعمل عملية دي بحرص إنها ما تكسرش البيت اللي هو موجود أسفل الدجاجة في نفس الوقت يجب أن يكون غذاء الأم خلال هذه الفترة وافراً وشهياً ومحتوية عن نسبة عالية من النشويات ليه؟ لأن الأم في مرحلة الرقاض بتفقد جزء كوطاقة كبيرة من جسمها كذلك براعي فترة رياضة الأم وتقليب البيض وإزالة الزرك المتجمع والبيض المكسور أسفل الأم في حاجة برضو عندي تاني هنا ملحوظة الأم الرقاضة بتتميز إن البيض اللي بداخله أجنة جيدة ميتة يعني إيه؟ بتميز البيض اللي هو بداخله أجنة ميتة لو لقت الأم الرقاضة البيض في أجنة ميتة فبتطر إنها بتخرجه إلى خارج المكان اللي هي رأدة عليه يبقى إيه لها الخارج بتلفزه إلى الخارج لإن هي تعرف البيض اللي هو فيه كتكوت حيبدأ إن هو فيه عملية النضج ويشتغل ويبقى كتكوت حي فيما بعد لو لقيت البيض فيه بيض لايح يعني بيض الجنين ما أمت فيه أو توفى هذا الجنين ففتتسبعد هذا البيض لإن دي غريزة عند الأم الرقاضة وتبدأ تبعدها عن العش طيب التفريخ الطبيعي اللي هو الأم بتقوم باحتضان هذا البيض هل له مميزات؟ طبعا التفريخ الطبيعي له مميزات كلة التكاليف وسهولة التنفيذ يعني كلة التكاليف وسهولة التنفيذ دي أول ميزة الميزة التانية إن نسبة الفأس في التفريخ الطبيعي بتكون مرتفعة جدا عن التفريخ الصناعي ودي بلاحظها فين؟ بلاحظها في حالة البط والأوز اللي هو موجود فيه داخل المنازل أو داخل البيوت الريفية هنا فيه عند ملحوظة إن التفريخ الطبيعي إذا ما قلت لك إن لا يدخل فيه ضمن أنشطة صناعة الدواج ليه؟ لإنه بيفرخ لي عدد محدود جدا من الكاتاكيد أو عدد محدود جدا من البيض بحوالي 20 إلى 15 أو 20 إلى 25 بيضة بالنسبة للدجاج أو الأوز أو الرومي يبقى إذا التفريخ الطبيعي لا يدخل فيه صناعة أنشطة الدواج لكن أنا بأخذ منه مجموعة من المميزات وبشوف العيوب بتاعت التفريخ الطبيعي وأقدر أتغلب عليها في التفريخ الصناعي اللي إحما هنستطلقه مع بعضيكم فيما بعد التفريخ الطبيعي له عيوب أو العيب لا تتوفر الأم الرقادة في أي وقت من أوقات السنة بعكس التفريخ الاصطناعي ممكن أن ساعة مجمع البيض من أصدر تجميع البيض زي ما قلنا قبل كده وبضع وبحفظ البيض بعد عملية التبخير إلى أخير وبحفظها في مكان حفظ البيض وبدخل البيض في الوقت اللي أنا عايزه لكن التفريخ الطبيعي أنت عندك الأم غير متوفرة طول العام ممكن تبقى مرة في السنة أو ممكن مرتين في السنة لكن التفريخ الاصطناعي ممكن على مدار العام وبقدر أتحكم فيه كذلك التفريخ الطبيعي من ضمن عيوبه أنه بيفرخ لي عدد قليل من البيض زي ما قلت لك حوالي 15 إلى 20 بيضة بالكتير كذلك الأم الرقادة دي بتتعطل أيضا عن وضع البيض بتتعطل عن وضع البيض لأنها بتفضل رأدة على هذا البيض إلى أن يتم فاكس هذا البيض كذلك الأم الرقادة في التفريخ الطبيعي أنها بتصاب بالهزال عشان كده بقول إيه بقول أن التفريخ الطبيعي لازم أحط قدام العش بتاع هذا الدجاجة اللي هي الأم الرقادة كمية من العلف أو كمية من الماء عشان تقدر الأم تحصل على كفايتها الغذائية من العلف أو من الماء كذلك الأم الرقادة ممكن يحدث نقل الأمراض إحنا قلنا الكلام ده هو كله إلا فيه حفر فيه شقوق موجودة داخل عش الرقاد أو في مكان عش الرقاد هذه الحفر أو هذه الشقوق بتؤدي إلى انتشار الحشرات إلى الأم الرقادة وفي نفس الوقت بتينتقل هذه الحشرات إلى الكاتاكيت الناتجة أو الكاتاكيت الفائزة عدم الجدوى بالنسبة كجدوى اقتصادية بالنسبة في التفريخ الطبيعي التفريخ الطبيعي النهار ما فرخ زي ما قلت ساعتك بفرخ حوالي من 15 إلى 20 بيضة يبقى ده ما عندوش جدوى اقتصادية بعكس الجدوى الاقتصادية اللي هي موجودة في التفريخ الاصطناعي فننتقل إلى التفريخ الاصطناعي عبارة عن إيه التفريخ الاصطناعي؟ هو عبارة عن توفير العوامل الأساسية اللازمة لنمو الجنين بس داخل البيضة نهين البيضة المخصبة يبقى شرطة عند البيضة المخصبة دون وساطة الأم حتى يكتمل نموه ويخلق في النهاية كتكوز سليم في المدة المحددة اللي هي 21 يوم والترك دي بتختلف حسب أنواع الطيور الداجمة لكننا نتكلم في الداجات يبقى ما زالنا بنقول إنه 21 يوم اللي هي مدة التفريخ بالنسبة للداجات يبقى التفريخ الطبيعي الأم اللي تتقوم باحتضام هذا البيض إلى أن يخرج كتكوز سليم دون تدخل من الإنسان لكن التفريخ الاصطناعي لازم يتدخل الإنسان هنا في التفريخ الاصطناعي لأنه بيلم البيض أو بيجمع البيض وبيضع البيض داخل مكان حفظ البيض إلى أن يتم عملية التفريخ ثم ينقل هذا البيض إلى مكانات التفريخ يزبط درجة حرارة بيزبط الرطوبة بيزبط التهوية لكن الأم في التفريخ الطبيعي هي اللي بتقدر تتحكم في كل الظروف البيئية أو في احتضام البيض أو في تدفئة البيض اللي هو موجود أو في نسبة الرطوبة اللي هي موجودة لكن التفريخ الاصطناعي الإنسان هو اللي بيقدر بيقوم بعملية التهوية وتقليب البيض وتفريخ البيض إلى أن يتم زب درجة الحرارة لحد ما يخرج إيرا كتكوت سليم ده التفريخ الاصطناعي التفريخ الاصطناعي بينقسم عندي هنا الى قسمية فيه معامل تفريخ بلدية وفيه معامل تفريخ الحديثة او بنقول عليها المفرخات الحديثة يعني ايه المفرخات الحديثة؟ مفرخات الحديثة هي دي مكينة التفريخ الانسان بيقدر من هو يزبط درجة الحرارة ويزبط الرطوبة ويزبط التهوية ويطهر المكينة التفريخ وبيشيل بقاية ضفعة السابقة في داخل مكينة التفريق لكن هنا في المعامل البلدية في طريقة تانية أخرى من المعامل البلدية وهلمهلك باختصار دي هي الطريقة بتاعة المعامل البلدية المعامل البلدية دي موجودة في الحتة موجودة في منطقة الغربية في قرية اسمها قري بيرمة عشان كده سميت الطريقة البلدية بالطريقة البرماوية نسبة إلى قري بيرمة في محافظة الغربية ودي منتشرة جدا جدا بيعملوا عبارة عن معامل زي الأفران البلدية اللي هي بتاع الزمين اللي هي موجودة إنه بيوكد النار في داخل هذه الأفران البلدية إلى أن يصبت درجة الحرارة في داخل هذه الأفران ويبدأ إنه هو يرص البيت في الطريقة البلدية أو في معامل التفريخ البلدية ودي بتبنى من الجدران أو من الطوب اللي هو اللبن عشان يقدر إنه هو يحتفظ بدرجة الحرارة ودي لها مساوئ كتيرة هنستعرضها فيما بعد التفريخ في المعامل البلدية أو هنقول مميزات التفريخ الاصطناعي عشان نقدر نخش على التفريخ الاصطناعي أو التفريخ الصناعي التفريخ الصناعي بيمكن إجراءه في أي وقت من السنة لكن التفريخ الطبيعي ما تعرفش أن تقدرش تتحكم في الأم اللي هي تميل إلى عملية الرقاة لكن أنت في التفريخ الاصطناعي بتقدر تتحكم في معاية دخول البيضة إلى ماكينة التفريخ وفي نفس الوقت إلى خروج الكتكوت من ماكينة التفريخ لأنه عندي فيه داخل مكان التفريق فيه عندي نوعية فيه عندي مفرخ أو قسمين في داخل مكان التفريق فيه عندي حاجة اسمها المفرخ المفرخ بيتظل البيضة في داخل المفرخ بيقوم بعملية تقليب البيض حوالي مرتين إلى ثلاث مرات خلال مدة 21 يوم ثم من يوم الثمنتاشر بينتقل إلى نقطة أخرى أو مرحلة تانية في داخل مكان التفريق اسمها المفقص المفقص ده بيزل فيه البيضة ثلاث أيام إلى أن يخرج إلى كتكوت سليم عشان يقدر الكتكوت يقدر تشرب العرق بتاع هذا الكتكوت فمن ذات التفتيخ الصناعي أن أنا بجريه في أي وقت من السنة في نفس الوقت بينتج لعدد كبير من البيض يعني عدد غير محدود من البيض بيتوقف حسب سعة مكان التفريق فيه أول ما بدأت مكينات التفريق بدأت بحوالي 50 بيضة وفيه مكان بدأت بميضة وبعد كده فيه تطور العلم أو استحدث آلات أو ماكينات تفريق حديثة إلى أن تم إلى 5000 وحاليا يتم التفريق حوالي 100 ألف بيضة في السنة بالتانتك حوالي 70 إلى 80 ألف كتكوت فيه خلال مدة التفريق اللي هي 21 يوم يبقى أنت ساعدتك ما تتصل بمعمل التفريق يقول لك أنا عندي في اليوم الفلاني هيديني فيه كتكوت موجود أنت تحجز يبقى فيه إذن هو عارف عنده برنامج عارف دخل الكتكوت يوم 11 يبقى يوم 21 عشرة هيخرج الكتكوت من داخل الماكينا إلى أن يتم تسويق هذا الكتكوت يمكن التحكم في تاريخ الفائس يعني زيما بقول لك من دمن الميزة بتاعمل متفريق الاصطناعي أو التفريق الصناعي أن أنا بتحكم في معادة الفائس معادة الفائس عند 21 يوم يبقى من دمن مميزات التفريق الاصطناعي أن أنا بتحكم في معادة الفائس بدخلت البيضة 11 يوم 21 بقوله فيه كتكوت هيطلع هبدأ بعد كده أحصن هذا الكتكوت في نفس اليوم تحسين انفلوانزا التيور إلى آخر او من التحسنات اللي هي موجودة سواء كان تحسين ملك او او من انواع الطيور التحسنات اللي تعطي للطيور فيه خلال فترة الحضانة او فترة خلوج الكاتكوت من البيضة بيجف عرق وبدخله في المكانات مخرجه من المفقص بعدما يخرج من المفقص بيطلع في سالة التجنيس وببدأ اميز الزكور عن الاناس الاخير يبقى هنا هو بتحكم في تاريخ الفاش وميعاد وترتيب ذلك بحيث يتناسب مع سير العاملات الانتاجية في داخل المزارع الاخرى كذلك عدم تعطيل الدجاج عن وضع البيض لكن من دمن عيوب التفريخ الطبيعي انه هو تعطيل الام عن انتاج البيض بتتعطل حوالي واحد في عشرين يوم او شهر عن وضع البيض لكن انا باخد البيض من اسفل الفراخ وانقلنا قبل كده البيض في الصيف بلمه كل ساعة وفي الشتاء بلمه كل ساعتين عشان ما ينشطش النمو الجنيني داخل البيضة عشان ما تيجي الام ترقد على هذا البيض وان يتم اخراج بيضة تانية فيه في سلسلة وضع البيض فبترتفع درجة حرارة البيضة السابقة فبينشط هذا الجنين ثم انت بتاخد البيض لازم تجمعه مرة في الصيف كل ساعة وفي الشتاء بجمعه هذا البيض مرة كل ساعتين عشان ما يقديش الى نشاط النمو الجنيني في البيضة المخصبة داخل البيض هنا عدم تعطيل الامهات عن وضع البيض كذلك بتفادى انتقال الامراض من الامهات او التفايلات الخارجية من الام الى صغار البيض لان انا بعد قبل ما حط البيض في مكينة التفريخ طبعا احنا قلنا بنتهر المكينة بنتهر البيض بننظف البيض بنعمل عملية تفخير بعد ذلك بحفظ هذا البيض بعد حفظ البيض بطلع البيض قبل ما دخله مكينة التفريخ بمدة 6 الى 8 ساعات عشان يقدر في اللحظة دية ان البيض محفوظ على درجة حرارة 10 مثلا درجة مقوية المكينة اما زابطها على درجة حوالي 37.5 درجة مقوية او 35 درجة مقوية يبقى مدخل البيض من مكان حفظ البيض مباشرة الى مكينة التفريخ فبيخفض درجة الحرارة لانما زابط درجة الحرارة بتاعت مقوية التفريخ على درجة معينة يبقى لازم اخلي البيض مدة 6 ساعات او 8 ساعات قبل وضعه في مكينة التفريخ عشان ما يقللش درجة حرارة مكينة التفريخ ودي ان شاء الله حنشوفها فيه المفرخات الحديث لكن التفريخ الاصطناعي او التفريخ الاصطناعي له عيوب طبعا التفريخ الاصطناعي او التفريخ الاصطناعي له عيوب أنه بيعتبر مكلف إذا ما يكوننا بالتفريخة الطبيعي يحتاج إلى خبرة خاصة في عملية الإجراء يعني إيه بيحتاج إلى خبرة خاصة لازم يحتاج إلى عمالة فنية مدربة عشان تقدر هذه العمالة أنها تزبط درجة الحرارة بتزبط درجة الرطوبة بتزبط التهوية كذلك بتطهر ماكينة التفريخ قبل دخول البيض بتزيد بقايا الدفعة السابقة اللي هي موجودة اللي أنت فرقتها قبل ما تحط الدفعة الثانية ولازم بتطهر بالغاز الفورمالين مع المنجمات عشان يديني غاز الفورمال ضهيت وأقدر تطهر ماكينة التفريخ عشان ما ينتقلش بعد كده الإسهال الأبيض أو أي نوع من الإسهالات التي تسيب الدجاج وفي نفس وقت انت ساعدتك ما تعرفش مصدر هذه الأمراض جاية من الحتة بقايا لازم تطهر ماكينة التفريخ عشان في النهاية بتحصل على كتكوت سليم كذلك هما أي سهو أو أي خطأ في إدارة ماكينة التفريخ عشان كده بنقول بيحتاج إلى عمالة فنية مدربة هذا السهو أو هذا الخطأ بينتج عنه خسائر جسيمة خصوصا أنت بتدفع في ماكينة التفريخ حوالي 50-60 ألف بيضة أو 100 ألف بيضة أو 5000 بيضة حسب سعة ماكينة التفريخ اللي هي موجودة عندك في الدفعة الوحيدة نتطرق إلى المعامل البلدية معامل التفريخ البلدية هنشوف مواصفاتها مشة إزاي وشغلة إزاي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مفرخات هذه المفرخات مفرخات كبيرة بتسع لعشرات الألوف من البيض في المعمل الواحد ويعرف التفريخ في هذه المعامل البلدية بالتفريخ البلدي لكن في فرق بين التفريخ البلدي والتفريخ الطبيعي التفريخ البلدي عبارة عن تفريخ صناعي بس في الطريقة البلدية دي بيعتبر التفريخ البلدي من أهم الوسائل التي استخدمت في مصر لإنتاج الكاتاكيت الفترة طويلة ومع تقدم بقى التكنولوجيا والعلم في صناعة الدواجن أو في مهارات الدواجن استخدمت أو استنبتت أو استحدثت مكينات تفريخ آلي وحد استقدم في صناعة وتم إنشاء الشركات هذه الشركات بقت اقتصادية حاليا وسمية بالمعامل التفريخ البلدية في صناعة الدواجن يقوم بالمعمل طائفة من العمال هذه العمال بيسموها طائفة البرماوية الطائفة البرماوية زي ما قلت لك أنها موجودة في قرية اسمها بيرما عشان كده بيقولك بيرماوي يعني بيقوم بإنتاج الكاتاكيت من معامل التفريخ البلدية في قرية بيرما عشان كده سموها معامل التفريخ البلدية لكن لو أنا جد شفت وصف معامل التفريخ البلدية أقول عبارة عن إيه عبارة عن مبنى من الطوب الأخضر اللي هو الطوب اللبن جدران الخارجية مزودة مزدوجة الجدران الفراغ بين كل جدرين بيملأ بطبقة عازلة من التبن أو إشري لوز القطن أو حطب الزرة أو الرمل المعمل بينقسم معمل التفريخ البلدي بينقسم إلى قسمين في قسم خارجي وفي قسم داخلي زي ما أنت شايف مع بعض فينا في الصورة الكسم اللي هو الخارجي بيضم عبارة عن ثلاث غرف بخلاف المدخل ومخزن للتبن الغرفة الأولى بتسمى في المعمل البلدي بيت النار بيت النار ده هو بيتم حرك التبن فيه بيكون على شكل جمرة يعني أو على شكل دمسة يبقى هو بولع فيه في داخل بيت النار أو بشعل النار في داخل بيت النار عن طريق طبعا أي نوع من أنواع اللي هو الحاجات المشتعلة زي الكابريت أو إلى آخره وبحرق هذه الدمسة اللي هي موجودة وبتسمى في الآخر إنها جمرة في غرفة تانية اسمها غرفة الحاصل اللي هي الغرفة التانية دي بتقع على الجانب المقابل لبيت النار بتستخدم لوضع لوازم العمال ولراحتهم هذا الحاصل إن العمال بتخلع هذه الملابس في غرفة بتسمى غرفة الحاصل عشان يجي يقول لك غرفة تقع بين بيت النار وتقع بين المقلع فهذه الغرفة بتسمى الحاصل الحاصل ده هو مكان بيضع فيه العمال السياب بتاعهم الملابس بتاعيتهم ويبدأ يرتدي السياب الأخرى اللي هو يدخل بيها داخل معمل التفريخ البلدي الغرفة التالتة بقى بتقع بين بيت النار وبين الحاصل هذه الغرفة بتسمى المخلع وبيخلع فيه العمال ملابسيوم بقى هو القسم الخارجي بيتكون من ثلاث غرف بيت النار ثم الحاصل ثم المخلع بعد ذلك الكسم الداخلي بقى اللي هو كسم التفريخ اللي هو في الداخل عبارة عن ايه القصبة حاجة اسمها القصبة بيفصل القصبة عن كسم الإدارة باب ارتفاعه 100 متر وعرضه حوالي 70 سنتي الباب ده بيدوم من 6 إلى 12 فرن اللي 12 فرن ده هو اللي هو فيهم بيت النار بيتم حرق فيه القش الأرز أو التبن عشان يبقى جمرة أو عشان يبقى دمسة عشان يوفر مصدر الحرارة بالنسبة لي البيض اللي هو هيتم وضعه فيه مباع في جماحين متقابلين بينهم ممر ضيق هذا الممر الداخلي للمعمل طب ازاي انا بجهز او ازاي ان انا بعد المعمل البلدي بقول ايه اول حاجة في عندي اسمها تمسحة المعمل يعني ايه تمسحة المعمل تمسحة المعمل انما بغطي ارضية القصبة والبيوت بتبن ثم بيكون باشعال النار وقفل الروازين انت عارف يعني ايه قفل الروازين الرازولة دي بتبقى فوق بيت النار بتبقى موجودة فيه سجب كده عشان خاطر انه هو يطلع الدخان اللي هو موجود اللي من تحت بيحتفظ بدرجة الحرارة يبقى انه هو بيشعل النار في بيت النار عشان خاطر انه يوفر مصدر جيد للحرارة او للبيض اللي هو هيتم وضعه طالما انه يوفر مصدر جيد للحرارة بعد ذلك بيكون بترقيد هذه الدمسة او هذه الجمرة ويبدأ انه هو يرس البيض وبيقفل بعد ذلك بيقفل الناروزة اللي هي موجودة في بيت النار اللي هو فوق اعلى بيت النار عشان تقدر يحتفظ بدرجة الحرارة في داخل المعمل البلدي بعد كده بيفتح جميع الروازين عشان يتخلص من نواتي الاحتراق زي ما قلتلك ثم بينصدف القصبة والبيوت من الرماد ويقفل الروازونة بخبرته حتى تصبح درجة الحرارة الداخلية مناسبة اللي هي درجة حرارة كيام اللي هي درجة حرارة 37 درجة ونص ايه مئوي بالنسبة لنشاط الجنين او نشاط اللي هي الخلية الجلسومية المخصبة داخل البيضة ثم بجمع جمع البيض يتم خلال فترة التمسحة وبينظم درجة الحرارة للمأفرانه ويقوم البرماوي اللي هو العامل بقام يقول عليه البرماوي يقوم البرماوي بيتخلص من البيضة الغير الصالح وبيقلل زالك قطع البيض يعني انه هو بيعمل انه هو بيقوم بعملية افراز البيض فيما بعد بيفرز البيضة على سبعة يام الفرزة الاولى ثم الفرزة التانية على 14 يوم عشان يعرف ان الجنين حي او ميت ثم بعد ذلك بيفرز بعد على اليوم الثمنتاشر عشان يعرف ان الكاتقوت هيبدأ انه هو يخرج يبقى بيفرز حوالي ثلاث مرات داخل المعمل البلد البرماوي هنا بيقوم بعملية ايه البرماوي هنا بيقوم بدك ارضية الطبقة الصفلي بارجله ويسمى ذلك بدك او تصليح البيض انه هو بيسطى بهذا البيض عشان يبدأ انه هو يضع البيض داخل هذا البيض ثم يفرش بالتبنة خمسة سنتي ويدك ايضا ثم يفرش حصير ويرش فوقها نخالة ناعمة هذه النخالة النعمة انها اول حاجة انها لو انت وضعت البيض البيض ده هو ما يقدرش يتحرك من مكان ويبقى النخالة دي بتقتصد درجة حرارة الفرن اللي هو المعمل البلد جوه وفي نفس الوقت بتحافظ انه نحط بعمل حط البيض الغرفة الهوائية الى اعلى لكن الغرفة المدببة بحطها الى الاسفل تب ليه ما بحط البيض كم العريضة الى اعلى عشان خاطر الغرفة الهوائية تكلمت معاك في الحلقة الماضية ان من ضمن مواصفات البيض الصالح للتفريق ان تكون الغرفة الهوائية في اتجاه الكم العريضة عشان كده ما بضع البيض سواء في داخل مكانية التفريق او بضع البيض داخل الام او بضع البيض حسب الطريقة اللي هي البرموية انه بحط او بضع البيض الكم المدببة الى اسفل والكم العريضة الى اعلى الكم العريضة الى اعلى لان فيه عندي غرفة هوائية زاد بينقشة البيضة مع محتويات الخارجية للبيضة اللي هي موجودة في داخل المعمل البلد بعد كده بيرص البيض على الحصير في اكوام بيرص حسب ستات كده منتظمين ستة في ستة وبيفصل ويرص مرة اخرى الى ان يتم ملء الفرن دي هذا البيض طي مميزات المعمل التفريق البلدي المعمل التفريق البلدي له مميزات ان تكلفة المبنى الخيص يعني ايه تكلفة المبنى تكلفة المبنى احنا قلت لك من الطوب اللبن او الطوب الناي كل تكلفة التشغيل وادارة المعمل البلدي يعني ايه ايه لتكلفة التشغيل هو مش هنا مش هستخدم عشان يرفع درجة حرارة مش هستخدم كهرباء هو بيستخدم عن طريق الدمس اللي هي موجودة سواء كانت تبن او اش رز او حطب او ايه لاخيره ان هو بيتم احتراقه داخل المعمل بيسمها الدمسة يبقى كل التكلفة التشغيل كذلك العمالة كل التكلفة مقارنة بالتفريخ الصناعي لان عايز دك عالية جدا في اجراء عملية التفريخ الصناعي في المعامل الحديثة او في مكانات التفريخ الحديثة كذلك رخص مواد الوقود المستعملة هنا مش هستخدم كهرباء مش هستخدم اي غاز مش هستخدم اي وسيلة من وسائل التدفئة الاخرى هي وسيلته التدفئة ان هو بيجيب اللي هو التبن او بيجيب الحطب او بيجيب الاش وبيتم حركه فيه المعمل وبيعمل عملية دمسة وبيعمل التطيب وهم يرس الحصير ثم بيرس فوقه منه انه خالق النعمة او اللي هي الرد النعمة عشان تقدر تحتفظ لها فايدتين تقدر تحتفظ بدرجة حرارة المعمل وفي نفس الوقت انها بديحتفظ في مكان وضع البيض ما بقاش البيض على جنب في مكان لوضع هذا البيض لكن المعمل البلدي له عيوب ايه عيوب المعامل البلدية ان نسبة الفأس اللي هي الناتجة من الكتكيب بتكون حوالي خمسة وخمسين الى خمسة وستين في المية او ستين في المية ليه سببها ايه كسرة البيضة الغير ملقح لان طبعا ان انا بجمع البيض ده طريق بلدية بجمع البيض من حوالين المزرعة او من حوالين المعمل اللي هو موجود انا معرفش البيض ده مخصب ولا مش مخصب انا رجل عامل يبقى ليه عالدي برضو يقلة خبرة مقدرش اشوف ان البيض ده هو مخصب او مش مخصب او لو شفت انه هو مخصب او غير مخصب هشوفه بالطريقة البلدية عن طريق ضوء الشمس يبقى أنا في اللحظة دي برضو في النهاية هيؤدي لي إلى إنتاج عدد كتاكير أقل في عاملة التفريخ في المعمل البلدي يبقى نسبة التفريخ منخفضة أو نسبة الفأس منخفضة عشان قصة البيض الغير ملقح الاعتماد على الخبرة الشخصية زي ما أقول له كما ما عنديش التكنيك أو ما عنديش كشاف ضوئي أو ما عنديش مكينات فرز أو كشف البيض أشوف البيض مخصب أو غير مخصب في المعامل التفريخ البلدية لكن هنا البيض بيكون حامل للإسهال الأبيض لأنه بيلمه من المزارع وبيلمه من المهالي وبيلمه من البيوت اللي هو حوالين من هذا المعمل كذلك عدم التحكم في الأمراض داخل عاملات التفريخ أنا في المعمل البلدي ما أقدرش أن أتحكم في الأمراض اللي هي موجودة لأن أنا مش هطهر المعمل مش هعمل عندي التبخير زي ما كانت التفريخ الحديثة أن أنا أحط غاز الفورمالدهيد اللي هو عن طريق الفورمالين مع البرمجات المتسلم بالنسبة معينة عشان تديني غازي في الملضهاية ألا ما أقدرش أحط غازي في الملضهاية في المعامل البلدية لكن هي ترمى من إسمها معامل تفريق بلدية يبقى قائمة على الإنتاج الألبيئي أو الإنتاج البلدي اللي هو موجود كذلك العمال في داخل معامل التفريق البلدي بتصاب بالأمراض الجهاز التنفسي أنا قلت لك إن فيها عندي ناروزة الناروزة دي موجودة فيه فوق بيت النار بيت الناروزة بيطلع اللي هو ساني أكسيد الكربول اللي هو موجود فالعمال داخل المعمل ما يقدرش إن هو العمال يخرج خارج المعمل فبيضطر إن هو بيرس البيت بيضطر إن هو يقلب البيت يقلب بعد اليوم السابع بعد اليوم الأربعة عشان يعرف فيه بيت لايح أو فيه جانين ميت أو جانين حي ففي اللحظة دي أن هو العامل بيصاب بيضيك في التنفس لارتفاع غاز ساني أكسيد الكربول لإن أنا بحرق عملية بزود غاز ساني أكسيد الكربول في داخل هذه الناروزة أو داخل المعمل التفريق البلدي فبيتقولي ان هو بيحدث له عملية اختناق لهذا العامل كذلك ارتفاع سانوكسيد الكربونزا بيطلك في جو المعمل نتيجة من الاحتراق لكن في عندي بقى انواع مفرخات حديثة اه في عندي انواع مفرخات حديثة طيب هل المفرخات الحديثة كلها زي بعضية يبقى احنا كده خلصنا جانب التفريق العامل البلدية بننتقل الى نقطة اخرى اللي هي المفرخات الحديثة هل المفرخات الحديثة كلها زي بعضية بتختلف من معمل الى اخر حسب كفاءة المعمل او حسب القدرة المالية للمعمل بمعمل ايه في واحد عنده مكنات تفريق صغيرة 50 الى 60 بيضة في واحد عنده مكنات تفريق حوالي 100 بيضة في نسة ما زال في بعض الناس انها بتستخدم الكيلوسين اللي هو الجاز في عملية اللي هو ارتفاع درجة الحرارة دي بلا حظة في مكنات تفريق اللي هي 50 او 100 بيضة لكن دلوقتي حديثا بقت ارتفاع درجة الحرارة داخل مكنات التفريق عن طريق الكهرباء او عن طريق السخنات يبقى ده بتختلف حسب قوة او قدرة المربي او قدرة المالك للمفرخة اللي هي موجودة عنده هنا بتختلف حسب السعة والحجم ومن حيث السعة والحجم قولنا في عندي في مكنات تفريق 50 بيضة وفي مكنات تفريق عندي 100 بيضة في مكنات تفريق 120 بيضة وفي بعض المكنات بتسع الى 300 بيضة يبقى ده انا بديك التدرج اللي حدث في صناعة او تقدم صناعة المفرخات الحديثة اللي هي موجودة على مدار العقود اللي هي الماضية بدأ بخمسين بدأ بساعة مية ثم بدأ بساعة خمس تلاف ثم تتطرك الى حوالي خمسين او عشرة الاف بيضة خلال الدفعة الوحيدة اللي هي خلال 21 يوم ثم بعد ذلك قد تحديدنا في مكنات تفريق حديثة بتصل الى 100 الف بيضة في خلال الدفعة الوحيدة يعني خلال 21 يوم في مفرخات كبيرة بيتصل الى زي ما يقول لك 50 الى 60 الف بيضة وافضلها اللي هي بتصل الى 20 الف بيضة فيه نوع تاني من المكنات بتستعمل فيها الكيروسين وفيه مكنات بتستخدم فيها البتجاز او الغاز فيه مكنات بتستخدم فيها الكهرباء ده نوع الوقود اللي هو موجود اللي هو مصدر لدرجة الحرارة داخل مكينة التفريق فيه عنده نوع الوقود المستعمل اما ان يكون الكيروسين او البتجاز او الفحم او الكهرباء توزيع الحرارة داخل مفرخات الحديثة يعني ايه توزيع الحرارة داخل مفرخات الحديثة أنا طبعا أنت بتقول أن البيض لازم يضع في مكان التفريخ على درجة حرارة 37 أو 36 إلى 37 درجة مقوية طيب من اللي هيقدر يحتفظ بدرجة الحرارة؟ أنا لازم أضبط درجة الحرارة وبيختلف طريقة توزيع درجة الحرارة أو توصيل حرارة على أجزاء ماخين التفريخ عن طريق فيه حاجة عند اسمها السخنات زي التوربينات فيه عند السخنات هذه السخنات عن طريق الهواء الساخن اللي هو موجود بيقدر يوزع لدرجة الحرارة في داخل المفرخة وده الشائع لأنه أسهل من حيث الإدارة وأقل فيه تكاليف التصنيع ولو إن المفرخة دلوقتي حاليا بتستخدم الماء الساخن بتمتاز بالاحتفاظ بدرجة حرارة في بعض الماكينات بتستخدم الماء الساخن بس لازم أسخن الماء عشان أرفع درجة حرارته يقوم الماء يولد لدرجة حرارة هذه الدرجة الحرارة بتضبط داخل الماكينة بتصل إلى الدرجة الحرارة الملائمة إلى نشاط الجنين داخل البيضة اللي هي المخصبة خلال مدة 21 يوم يبقى أنا بتحكم فيه درجة الحرارة عن طريق العامل المدرب أو العامل الفني في داخل مكينة التفريخ يبقى أنا لو جيت تتركت إلى التفريخ الطبيعي قلتني مش أنا أزبط درجة الحرارة ده الأم اللي بتقدر تزبط درجة الحرارة كذلك في معامل التفريخ البلدية البرماوي أو العامل البرماوي هو اللي بيقدر يزبط درجة الحرارة كذلك هنا في المفراخات الحديثة أو المفراخات الحديثة فيه عندي كذا نوع من مفراخات الحديثة وبتختلف حجمها حسب السعة والحجم وحسب قوة الإنتاج أو قوة خلوج الكاتاكيت من داخل مكينة التفريخ أو حسب الكفاءة أو القدرة المالية للمربي فيه وسيلة التقليب بداخل المكينة التفريخ اللي هي وسيلة تقليب البيض فيه بعض المكينات التفريخ بتدار يدويا اللي هي مكان التفريخ اللي هي خمسين إلى مئة بيضة وتصل إتعاد في مكان تفريخ بيصل إلى ألف بيضة دي بيادرها يدويا لكن في مفرخات حديثة بتدار آلية من ناحية الإدارة أو إنما بأقلب البيض في طريقة يدوية في مكان بيستخدم عن طريقة اليدوية وفي مكان عن طريقة اللي هي الآلية أننا بيدوس على زرائل معينة في داخل مكانة التفريخ وفي اليوم المحدد بيبدأ تقليب البيض بيقلب البيض حوالي مرتين المرة أقول بعد اليوم السابع المرة التامية بعد اليوم الاربحتاشر بعد يوم السابع عشان يعرف البيض هل فيه بيد لايح يعني إيه بيد لايح بيد اللي هو موجود إذا البيضة كده الجنين فيها ميت أو إن البيضة خلاص كل محتوياتها بقت عاملة في بعضيها ما توحيش إلا إلا إن دي بيضة لكن في اليوم الاربحتاشر بيشوف الجنين إذا كان جنين حي أو جنين ميت لو كان الجنين حي بيلاقي فيه عند شعيرات دموية موجودة في داخل البيضة منتشرة دي بيعرف عن طريق الفرز بالكشاف الضوئي أو لو لقى جسم مع تمغامة يعرف اللحظة دي إن دي جنين ميت وبيقوم في هذه اللحظة باستخراج هذا البيض أو استبعاد هذا البيض من مكينة التفيق في اليوم الاربحتاشر أو من اليوم الاثناشر إلى اليوم الاربحتاشر المفرخات الآلية بتكون مزودة بساعة توقيت ومحرك يعني فيه مكانات بيزبط الطايمر أو بيزبط الحرارة عن طريق طايمر موجود أو عن طريق محرك موجود هذا المحرك بيكون بعملته التقليب في مغرد التشغيل في إن ساعة التوقف بترسل إشارة على فترات منتظمة في مثل ساعة التحريق المحرك هنا بيصل إليه الطيار الكهربائي دون معونة من العامل بأدية أوتوماتيج على طول بيدوس على الزرير بيصل إلى المحرك إشارات هذه الإشارات بتقوله إنه يحصل تقليب لهذا البيض فيدور المحرك ويحرك الزراع ويتقوم بتقليب البيض وسيلة التهوية هنا في عندي طيار طبيعي في داخل مكينة التفريق في مكينات إنه هي بتاخد الطيار الهوائي من بره وفي نفس الوقت بتخرج هذا الطيار الهوائي إلى الخارج عن طريق فتحات أخرى وده إن شاء الله اللي إحنا هنستعرضه مع بعض في الحلقة القادمة أعزائي وصلنا مع بعض إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة أتمنى لكم دواما تغدوا من النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر